لساني وجسدي وأدعو الله أن يكون الجسد واللسان والروح في نعيم مقيم فربي قادر على ذلك ولكم في كل العبر فقد وقت شابا ونزال في أعماركم ما يجيه لكم التوبة فتوبوا وارجعوا إلى رب قضى ما قضى ويصنع ما يشاء ويعذب من يشاء فيا الله ارحمني فكنت أعلم لك حقك وإن كنت لم أؤدي وسامحني فقد سامحت جميع خلقك وأدخني جنتك فلا يضرك ذلك شيئا ولا تضيق بي يا من وسعت رحمتك ورحمتك يا أرحباني من قلبي عدي ألف سيوتب مولي الله من قلبي فندروا أين حكم الله يطرقك وبيقول بقى يصلي علي يا أبي وإن لم يكن فأخي محمد فإن لم يكن ففلان يصلي في قبري وأغطى كله بالطراب والأشهد الله أني بريء ممن تنوح وممن تشق الجيب ومن كل من لا يلزم أمر الله ورسوله ويغسل في وجود إخوته ويدخل علي من من أراد من أهلي والأقربون لعلي أكون عبرة لهم ويبقى إخوتي بجوار قبري من اقدار قراءة صورتي والكهف وياسين باتباع السنة في كل ما يقف القبر والجنازة والعزاء بعد ثلاث